إذن مستمعين الأعزاء رجعنا معاكم باش نستكملوا فقرات حلقتنا واليوم انضم لينا في الستوديو حاليا الفنان لديلنا محمد الخمليشي صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير أستاذ عائشة ساعدهم بتواجدي معكم في هذا الصباح المبارك تحية لي كل طاقم التقني وكنقل صباح مبارك تعيد جميع المغاربة وشكرا لك براديو الاستدعاء شكرا لك وأيضا كنرحبه بالاستاذ زكريا بو صلاح اللي متواجد معنا أيضا وهو العازف ديال العود تبارك الله عليك سي زكريا تبارك الله عليك شكرا شكرا لكم على الحضور ديالكم غدينجع عليك أستاذ محمد بغينا طبعا إحنا عارفين أنه حضرتك تبارك الله عليك بتؤدي بزاف ديال القصائد الدينية بشكل رائع الأغاني الكلاسيكية الراقية تبارك الله عليك سمعنا لك بزاف ديال الأغاني أيضا بزاف ديال اللقاءات التلفزيونية اللي كانت طبعا مميزة بغينا نتعرفه نعرفه المستمعين اللي كي يسمعوا لينا بي الأستاذ محمد الخمليشي عن قرق أولا نبدأ ببداية الفنية اللي كانت هي بداية مع القرآن الكريم كانت في وسط التسينيات اكتشاف صوت يعني كي بدأ من البيت ثم من المؤسسة يعني المؤسسة التليمية وكنت في الأول أقلد قراءة القرآن الكريم وبعدها تبين على أن هناك صوت يعني جميل يسمحوا بأن يكون إنسان يدرس قرآن الكريم حتى يصبح يعلم خبايا ديال التجويد والقواعد نعم طب حضرتك قلت أنك بتقلد قراءة القرآن مين كنت بتقلد؟ في الحقيقة في الأول إنسان عندما يكون صغير سن لا يكون عنده توسع وفهم أكثر الشيوخ المعروفين في القراءة فالبداية كانت فقط تغيب بالشيخ شريم من السعودية شريم طبعا لكن قراءته هي عبارة عن ترتيل يعني فيها ظهرت باحة صوت محمد الخمليشي لكن بعدها تجاد لقراءة القرآن أو حفظ القرآن بالكتاب وهناك تم تقنين الصوت بطريقة غير مباشرة يعني إنسان عندما يقرأ القرآن الكريم لا يعلم حقيقة الأداء الذي يسمح له بأن يكون أداء سليم لكن القرآن بقربك منه وبيقرب الشيخ من تعاليمه في قواعد وحكامة الأداء إنسان شوية شوية يبقى يعرف يعني الأماكن المسموح بها بالقراءة السليمة بعدها انتقلت من القراءة القرآن انتقلت للاستمع الشيوخ الكبار عندكم في مصر والتي هي أعطت للكثير ولازالت في إظهار الأصوات العربية التي احتكرت الساحة العربية وليست فقط ساحة مصر ولازالت إلى يومنا هذا المدارس العريقة المجيدة والعتيدة في الابتهال عموما وقراءة القرآن عندكم رحمه الله الشيخ محمد عمران هذا كان بصير يعني ككفيف يعني مش بيشوف وكذلك الشيخ نصر الدين طبار هذو كلهم شووخ مصر الشيخ طه الفشني الشيخ علي محمود صلاح الدين كبارة السيد نقشبندي الشيخ محمد ريفعت كلهم من مصر ولازالوا الآن يعني يعني جعلوا من ألائهم للقرآن الكريم وتمكنهم البديع في الابتهال رصخوا أسماءهم من ذهب بس ما تظل إلى الأبد طبعا تظل إلى حتى أم كلتهم رحمها الله كانت هي ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم أيضا عبد الحليم طبعا هذو أخذوا أو استقوا أنفسهم الروحية من هذا الجانب جانب الابتهال والقرآن الكريم في مصر صحيح تبارك الله عليك يعني لحظنا دابا أنه عندك ميول لهذا الجانب الابتهالات والجانب التواشيح ربما أو المشحات صحيح وتبارك الله عليك هذا الجانب اللي حضرتك بتتكلم عنه مش أي فنان يقدر أنه هو يوصل إلى هذا المستوى لأنه في حالي قلتي أستاذ محمد هو مستوى بيحتاج إلى بزاديا التمرز بزاديا التركيز شوف الأول حاجة بالنسبة للفنان عموما الأشياء الأولية التي تسمح له بأن يكون فنانا هو الصوت الجميل نعم هذا الطلب هو يعني معروف عند عامة الناس لكن الصوت الجميل ليس كافيا هناك أصوات جميلة كثيرة ظهرت في الساحة الغنائية ولم تستمر في الظهور وفي إعطاء الفن حقيقة الأداء التي يمتاز بها لماذا؟ لأن الفنان إذا لم يكن مشتهدا يعني يحاول أن يكون باحثا في الموسيقى وفي المجال الذي يوافق صوته البديع لأن هناك أصوات تختلف هناك الصوت الذي يتقن الأداء العربي وهناك الصوت الذي يتقن الموشحات وهناك الصوت الذي يتقن الغناء الكلاسيكي طارب مثلا عندما نقول الغناء الكلاسيكي نقصد أن الطارب العربي ولكن هناك أصوات تتقن ألوان تتعلق فقط بالمحيط مثلا تتعلق بالمدينة أو الهوية التي ينتمي إليها مثلا كذلك في المغرب هناك لو المعروف لهو الطارب الأندلوسي هذا مجال نوعا ما هو مختلف طبعا عند التخصص كذلك في المناطق الأخرى داخل المغرب في الجنوب هناك ألوان أخرى معروفة لكن محدودة الاتجاه ليس لها توسع فقط إلا في المحيط للمدينة المعروف بها طيب وهذه الألوان التي حضرتك قلت أنها محصورة في محيط المدينة المعروف بها لماذا لا نخرجها ونعرفها للعالم متصبح يعني معروفة للجميع في الحقيقة الألوان الغنائية أو الأشكال الغنائية الموجودة في العالم العربي هي غير معروفة جميعها لماذا؟ هنا يكون دور الإعلام في إظهار الفن الغير المعروف لكن تجد بعض دول من غير المغرب التي تحتفظ بزخمها الفني تجعله موروثا تقافيا تستقبل به فقط السياح وتحاول أن تعرف بالمادة الغنائية المعروفة بالمنطقة فيصبح السائح أو الذي يزور البلد يصبح يتعرف على جانب تقافي البلد لكن لو أردنا أن يكون جميع الألوان الغنائية في أي بلد معين فهذا دور الإعلام ودور إدارات المهرجانات التي تقوم على ذلك طيب يعني أنت دلوقتي بتقول أن الفنان بتبرر للفنان أنه هو لأنه احنا بنلاحظ أنه يعني بعض الفنانين بيجتهدوا بيضيفوا هذه الألوان في بعض الأعمال ديالهم بشكل عصري بشكل حديث بيش يقدروا يوسعوها أكتر يعني ما كتشوفش أنه هذا يعني دور مهم على الفنان أنه يقوم بتعريف الثقافات المخفية ربما في البلد أو المحدودة في حالي ذكرت حضرتك في بلد أو مكان معين يقوم بتعريفها من خلال مثلا عمل يعملوا فيديو كليب موسيقى يستخدمها في الأغنية دياله وغيره في الحقيقة قلت دور الإعلام وسأعود لهذا الكلام في مصر يعني عندكم في مصر عفوا في مصر في الخمسينيات وقبل الخمسينيات رغم يعني قلة الإمكانية ديالة تسجيلات الصوتية الآن نحن نتعلم من شيخ محمد رفعات يعني عندما تستمع لمحامد شيخ محمد عمران أو شيخ رفعات أو سيد نقشة بندي هناك صعوبة حتى في فهم بعض النطق من خلال أدائها لماذا؟ إنها كانت ضعف الإمكانية تسجيلة لكن الإعلام في مصر اهتم بهذا الجانب جانب المصرحي والجانب الفني عموما اهتم به فجعله موجودا إلى يومنا هذا فالألوان الغير معروفة أو قليلة الظهور بين الألوان الغنائية المعروفة سببها الإعلام الفنان إذا كان الفنان أو لا هناك فنانين يقومون بإصدار أغاني جديدة اللون لكن لا تجد قبولا كثيرا أو واسعا إنما يكون ظهورها فقط على شكل ظهور سريع يعني يسمعها الناس ربما يتفعل معها وتكون عند نوع من التواجد في الساحة لكن لا تدوم لماذا؟ إن الإعلام لم يعرف بنوع الفن الذي نتحدث عنه لكن لو كان المتابع على الأقل يعرف نوع الغناء مثل النوع الغناء الأمازيغي مثلا عندنا أو النوع الغناء المعروف بدكالة والحوز بالمغرب يعرفه المغاربة وجل المغاربة الغير القريبين من الوطن الصغير للمنطقة فقط يسمعون اسم المادة الغنائية لكن لا يعرفون يعرفون ربما الأدوات العسف اللي بيعزفوا بيها هذا النوع الكلمات اللي بيتكلمون بيها ربما أو لطريقة الغناء أو ظهورها يعني مثلا لا نعرفوا تاريخ الأغنية الأمازيغية والجبلية عندنا هنا في الشامل في طانجة وتتوان تقطوقة الجبلية تقطوقة كلمة تقطوقة تقطوقة معروفة كلمة تقطوقة هي تنتمي للمنطقة فقط كذلك عندكم في مصر أنا أتحدث دائما عن مصر لأنها هي الأراه البلد الوحيد الذي أعطى للغناء قيمة كبيرة حتى ظهرت هذه الأصوات الموجودة حاليا بفضل المدارس العريقة التي كانت في مصر وفي سوريا والعراق حتى التقطوقة في مصر تعتبر من أجمل الألوان الغنائية لأن التقطوقة تعتبر نوع من الارتجال في الغناء يعني تحس العازفين يكونوا فقط عندهم مصاحبة ويكون عند الفنانة والمطرب ارتجال في طريقة الأداء بشرط واحد أن يكون التناغم والتنسج من ناحية الإيقاع والميزان ممكن تكون التقطوقة بدون تمرين مثلا أنا والأستاذ زكريم ممكن نعمل طب تقطقلنا دلوقتي إن شاء الله على راسي إن شاء الله طيب نعمل كرد لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور حل السرور وسار الجود إن ساروا تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في عيون الناس يزهروا وتشتهي العين فيكم منذرا حسنا وتشتهي العين فيكم منذرا حسنا كأنكم في ظلام الليل أنوار بلبل الإقبال غرّت وبشير السعد قال بلبل الإقبال غرّت وبشير السعد قال يا هنال نبي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرّت بلبل الإقبال غرّت وبشير السعد قال بلبل الإقبال غرّت وبشير السعد قال يا هنال نبي محمد شمس أفلاك الكمال تبارك الله عليك السي محمد الخمليشي ولازم أقول تسلم إيدك يا زكارية تبارك الله عليك يعني الموسيقى فعلا العود عنده مكانته وعنده حلوته وعنده جماله يعني عملتوا لنا يعني شدائتين رقعتونا لزمن جميل جدا تبارك الله عليكم كنتمنى لكم كل التوفيق السي محمد ما زالين كامليين باش ما يدهمناش الوقت دابا إحنا بنعرف إن هذا النوع من الغناء الكلاسيكي اللي ربما يكون فيه القصائد الدينية مختلف ربما عن الإنشاد في المغرب ممكن توضحنا ربما الفرق ما بين هاد النوعين دي الغناء الإنشاد وتعريف الإنشاد أو مصطلح الإنشاد هو يكون دائما في الأنشيد الوطنية وأنشيد الأطفال وأنشيد التي كان يعملها الثوار عندما يريد تحرير البلد ما ولكن ارتبط الإسم بالزوايا وبالأنشيد الدينية مؤخرا تم إضافة القصائد الدينية واستعملت في كلمة الإنشاد بحكم أن التردد يكون فيه متكررا في نفس القالب أو في نفس القرال لكن المديح هو صنف آخر هو صنف الزوايا الذي كتبه شيوخ قدامة واعتمدوا فيه على أرواحهم وعلى ارتباطهم بالخالق وكانت الكتابة تكون غالبة الأحلام فيها مدح وتنائل النبي صلى الله عليه وسلم فالإنشاد هو محطته محدودة المفهوم حتى شخصيا لا أحب أن ينادى علي منشيد لأنها منحصرة المعنى نعم إحنا شفنا مؤخرا أنه فيه مسابقات اسمها منشد الشارقة ربعا نعم نعم مؤخرا اللي كذا مرعي ربما على موسمين متواليا أو ثلاث مواسم بيربحوا منها من المغرب الرابح فيها بيكون مغربي بيشارك فيها وهو اللي بيربح وأنا نوجه لهم تحية كلهم لأنهم كلهم أصدقائي طبعا تحية كده أنا من ياسين حبيبي من مكناس وشعيب فوضل من الضر البيضاء وياسين الشهب من من عفوا نسيت تحية ليهم كم نتابعا والآخر زكريا زير كذلك صديقي المغرب يعني بتنوع ثقافاته أو بتنوع ألوانه الغنائية يصنع لك يعني مشارب دواخلي للفنان تعطيه تمكن مختلف عن باقي الدول الأخرى فالمغرب دائما هو الصباق في الفوز بالجوائل سواء على مجال القرآن الكريم سواء في المجال حتى الغناء حتى البرامج المعروفة مواهب دائما المواهب المغربية تبارك الله منتشرة في العالم وسبحان الله كل المشاريق يشهدون بذلك على المغرب ويقولنا أن المغرب فيه نوع من المستقل العطائي في الفن على بعض الدول رغم أن معروف المشرق أصواتهم تكون أسهل بالنسبة للأداء الغناء المشرقي تصور أن المغرب نتحدث بالدارية المغربية تعتبر صعبة بالنسبة للمشارق أموما في واحد أستاذ من مصر كذلك ويعمل مدرب أصوات ويدرس في المعهد الموسيقي قال لي بالحرف والله يا أخينا ما نفهم أنتون تتحدثوا بالدارية اللي هي صعبة على كل المشارقة لكن الغريب في الأمر هو أنكم تؤدون الألوان العربية وكأنكم مشارقة طلاقة يعني فعلا وفيه شيخ من سوريا كانت واصل معي لمشاهد أحد حلقاتي التلفزيونية فتصل بي وشكرني على الألاء وعلى المرور وقال لي يا أخي أنت من سوريا قل لي أنت من العراق من مصر من المغرب والله من المغرب طبعا من المغرب قال لي أنه لي يراودني سؤالين كيف المغاربة جلهم لا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة وبتمكن لكن كيف لو أنهم يحفظون ربما هذا اللي منتشر أن المغاربة لا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة مع أنه دائما المغاربة في الدارجة المغربية كلمات عربية ربما النطق ديالها شوية مدرج رجوة لكنها في الأصل دياليها كلمات لغة عربية قوحة لكن هو صعب أن نستفهم أن الدارجة التي نتحدث بها هي لغة عربية صعب لماذا ليس هناك تعريف دقيق للغة وارتباطها باللغة العربية لكن الذي يجعل المغرب متربع في المجال الفني وطبعا في المجالات الأخرى أنا فنانة تحدث على المجال الفني تنوع التقافات الكثير في المغرب هذا الرقم واحد ثم حرص المغاربة على تحفيض أولدهم القرآن الكريم كذلك هذا يساهم في ذلك القرآن الكريم باللغة العربية فبتالي ارتباطنا باللغة لأن المغاربة دائما أنا شخصيا كنت ندرس في المدرسة العمومية لكن في فترات العطلة وفترات الصيف والدي بارك الله فيه وفي عمره كان دائما حارس على أن أكون في الكتاب تصور الفترة الذي يكون فيها الطفل عنده عطلة أنا كنت أدرس قرآن الكريم هذا كذلك يساهم نعم أنا أسمح لي فقط ما زلت فاكر هذه النقطة في حياتك وممتن لي فترة الكتاب لأني على العكس بزاد الناس بيكره ويروح ويقره في الكتاب الشيخ يضربنا في مرحلة معينة للإنسان أو للطفل يكون صعب إقناع الطفل بالحكم محدود يتفهمه لأني دائما تحدث على الأفكار والتوسع لكن مع مر الوقت أنا الآن كنت أتمنى أنك لا زلت أدرس قرآن الكريم دبا أعمل بحوت خاصة في الغناء العربي لا زلت أعمل بحوت يعني دائما أبحث عن الصلاة القدامة الذي لا ترى رعته على نغائمهم السماوية لكن بحكما أني وهذا الشيء اللي أقول أول مرة أقوله على كاب راديو لم أدرس الموسيقى نهائيا آه ما شاء الله وعندك فترة الموسيقى في دمك يعني هو شوف الفنان الله تعالى عندما يخلق الإنسان يبعد فيه روح هذه الروح تختلف ممكن أن نكون شاعر ممكن أن نكون فنان تشكيلي هذه تعتبر نعم الله تعالى على عبده أنا يمكن الله سبحانه وتعالى أني شوية من الصوت شوية ليس صوت جميل لكن شوية من الصوت صوتك جميل سبرك الله وتقول الله يبرك فيك وهذا سهم في ترابط الروح ترابط الروح بالصوت فعندما يرتبط الإنسان بالصوت والروح يحس على أنه يحتاج لتعليم أكاديمي وهذا لم يساعدني فيه في الأسرة لم أجد دعم فالآن في الخمس سنوات الأخيرة بحثتوا في الموسيقى ولازلت أبحث لأخذ نوع من التجربة أو كنا على الأقل صوت يسمحوا بالجمال المسموع لك أنت سبرك الله عليك سي محمد الخمليشي صوت جميل مريح جدا سنستمعوا لحاجة تختمونا بها إن شاء الله الحلقة ولكن قبل ما نختمو الحلقة بغيت أسألك يعني بعجالة يعني الأعمال القادمة ما بتفكرش تعمل أعمال بصوتك الجميل فيديو كليبات خصوصا يعني في المناسبات الجميلة اللي احنا بندوزوا بيها طبعا سؤال يعني حددته في المدة الزمنية المسموحة يعني قليلة لكن هو موضوع طويل أولا نحاول نختصر نتمنى الله تعالى المشاهدين يفهموا يعني رؤيتي الفنية أنا أغني التخت العربي عندما نقول التخت العربي أشكال غنائية شبه أمو كلتوم وعبد الوهاب والموجي لكن بالقصائد الدينية وهذا غير مسموح بأن يكون الكليب فأنا لست ضد الكليب لكن أنا كافلا ليست لدي أي فكرة للفيديو كليب فكما قال صباح فخر رحمه الله الكليب هي صغرة لكن الصوت هو الذي يستمع ويكون قريب للقلب فأنا أركز على الصوت أكثر من الصغرة هناك أعمال إعادة الغناء الطربي بشكل الجديد نوعا ما هناك أفكر إن شاء الله تعالى لا مداما هيبقى الصوت والأداء بالشكل الجميل اللي إحنا شايفينه ده فخلينا نركز في الصوت إن شاء الله وسمعونا أحلى حاجة نختموا بيها معاكم مع المستمعين إديان مرحبا خير البارية ندر إلي خير البارية ندر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية إلي يا بحر فضل وتجعدني يا بحر فضل وتجعدني جدلي بوصلني يا سيدي قبل المني جدلي بوصلني يا سيدي قبل المني يا بحر كنز العطية شكرا وسرع